السلام عليكم اتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب مرحبا بكم معي في وصفة جديدة على قناة صفاء ديليس اللي من شاء الله سنحضر معكم مسمى معمر او لمسمى على شكل دي سيغار بخيستيش حشوة جديدة ومسمى كي يجي مورق ومقرمش نتمنى انا هنا لإعجابكم وتجربوني انا طريقته سهلة فإلا كنتم تزروا القناة الاول مرة باتبخلوش علي بالاشتراك وتفعلو زل جرس باش يوصلكم جديد الوصفات ونضغط معكم مباشرة المقادر وطريقة تحضير فرجة ممتعة فقدمنا معكم اولا بالحشوة باش غدي نخلب لها الوقت الكافي تبرد غدي نحتاج كمية من الكفتان اللي كتبقى على حسب الرغبة حبة كبيرة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة حبة من فلفل اخضر مقطعة ايضا مكعبات وحبة من فلفل احمر غدي نحتاج حبة كبيرة من الجزر او لخيزو او لجوش صغر حكيتهم في الحكاكة الغليظة حبة كبيرة ايضا من القرع الاخضر او لجوش حبات صغر حكيتهم في الحكاكة الغليظة غدي نحتاج كمية من زيتون اخضر مقطع دوائر الهريسة او صاص الحارة كتبقى اختيارية وبنسبة التوابل غدي نحتاجوا الملح الابزار ملعقة صغيرة من الكامون نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل او لسكنجبير ملعقة صغيرة من فلفل احمر او تحميرة نصف ملعقة صغيرة خرقه ونصف ملعقة صغيرة سودانية او فلفل حار اللي كيبقى اختياري اللي ما كيبغيش الحار يمكن لهم ما يضيفوش وغدي نحتاج القليل من زيت زيتون فأول شي غدي ناخد مقلات اللي سبق لي وصخنتها ضفت ليها القليل من زيت زيتون غدي نضيف البصل غدي نحرك هاد البصل ونخليه حتى كيتشحر ليه شوية فمن بعد ما كيتدبال هاد البصلة كنضيفو لها الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء وانما كانش كتوفر عندكم الفلفل الحمراء يمكن لكم تكتافي وغرب الفلفل الخضراء غدي نضيف الكفتة وهنا بالنسبة للحوشوة كتبقى اختجارية يعني بالنسبة للكفتة يمكن لكم تعوضوها بقطاع دي لصدر الدجاج او للدجاج اللي كيبقى هكذا شايت لكم امكلكم ما تستعملوه فمن بعد ما تشحرت لي هادك الكفتة مع الفلفلاء والبصل ضفت توابل هنا غدي نضيف القليل من صلصة الطماطم عندي جاهزة انسيت ما ذكرتهاش في المكونات امكلكم تعوضوها بملعقة من مركز الطماطم تخفوه بالقليل من الماء وتستعملوه ضفت هنا الهريسة اللي كتبقى اختيرية اللي ما كيبغيش الحار ما يضيفهاش غدي نضيف الخضر اللي بقات عندي الجازر والقرعة الخضرة وغدي نحرك هاد المكونات مع بعض فمن بعد غدي نضيف لي هم الكيمياء تاع الزيتون هكذا مقطع دوائر والقليل من القزبر والماء النوس اللي مقطع كنحركوا هاد المكونات مع بعض وغير بضع دقائق سفي غدي نطفع ليها الحشوة ما كتبغيش طيب بزاف وغدي نخليها جانبا حتى كاسبرد على خاطرها من بعد فكن دوزو مباشرة العجين اللي غدي نحتاج ليه 400 جرام من دقيق الأبيض من الأحسن يكون نوعية جيدة و 200 جرام من دقيق الفينو أو لسه ميد ناعم جدا سبق ليه وغربلتهم غدي نحتاج القليل من الملح غدي نحتاج ملعقة صغيرة من السكر و نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أو خميرة العجن وغدي نحتاج الماء يكون دافئ يعني يدافئ غير شوية ما يكون ساخن جدا فغدي ناخد كاس غدي نوضع فيه السكر والخميرة ليه مبغاش يستعمل هنا السكر والخميرة يمكنه ما يستعملها شوي ويضيف غير كمية على الملح يعني فقط فضفت ليهم القليل من الماء دافئ وحركتهم ومن بعد ضفتهم الكمية ديال دقيق غدي نضيف الملح ونفع غدي نضيف الماء بالتدريج فأنا هنا غدي نوضع العجن يعني كي يتجن في آلة العجن ولكن أولا كان بغي نضيف الماء وأنا كان حرك بهالطريقة باش نعرف كمية الماء اللي غدي نضيف يعني هكذا بالتحديد لأن العجن دي المسمن ما خالصوش يكون مرخوف بزاف وفي نفس الوقت ما خالصوش يجينا قاسح بزاف واللي بغى تدلك هاد العجن غير بليد ديالها يعني أكيد ممكن طريقة العادية دي المسمن فغدي نوضعه كي يتدلك او لكي يتجن هكذا بدع دقائق وكي يكون هذا والشكل دي العجن فكيف كتلاحظوا معي العجن ما خالصوش يكون مرخوف بزاف في نفس الوقت ما خالصوش يكون قاسح بزاف فغدي ناخد الان العجين هنا غدي نحتاج الكيمية من الزيت وكيمية من الزبدة اللي سبقلية ودوبتها وخليتها كتبرد اول حاجة غدي ناخد هكذا العجين وغدي نحاول نشكله كويرات فكنساعد بالزيت باش هاد العجين يعني ما كي يصقش لكم في اليد ديالكم كندهنوا هاد الكويرات ديال العجين ومن بعد فكنحطهم في شي بلا طولة ايناء هنا بالنسبة للحجم ديال الكويرات فكيبقى على حسب الرغبة انا المسمن اللي احضرت ان الحجم دياله كبير قسمت هاد العجين على عشرة ديال الكويرات الى بغيتوه يكون صغير فيمكن لكم تقسموه الكويرات اكتر يعني خمستاشر كويرا حتى العشرين كويرا على حسب الحجم ديال المسمن اللي بغيتو تحصل عليه فهنا هاد يرحو شوه من بعد ما بردت فهنا مباشرة من بعد مشكلة العجين كنستاعن هكذا بالقليل من الزيت وغدي نحاول نسرح اولا نورق هاد المسمن فكنحاولو اننا نسرحو هاد العجين اولا نورقوه هكذا مزيان ما نخليوش العجين غليط خصوصا في الجوانب لانه كل ما رقيناه لمسمن كيجي مورق اكثر وما كيجيش معجن فنحاولو نرقوه بهاد الشكل وكيف كتلاحظو معايا فهو ما كيسقطعش نهائيا وخاكا نورقوه هكذا بزاف فالان غدي ندهنه بالقليل من الزبدة اللي تكون باردة اكيد من بعد غدي ناخد القليل من الحشوة من بعد ما اخليتها كتبرد غدي نوضعها هكذا في الوسط فمن بعد ما وضعت الحشوة غدي نطوي هاد العجين يعني هنا كنجيب هاد الجانب غدي نجيب الجانب الاخر كندهنه دائما بالزبدة يعني كل ما كان طبيعوه وهنا فغادي نديرو هكذا على شكل سيغار وهنا فالشكل اللي كتبغيو انا كم تحضرو هاد المسمن يمكن لكم تحضروه يمكن لكم تحضروه بالشكل المعتاد يعني على شكل مربع او لشكل دائري يعني اللي كتفضلوا هنا من بعد ما شكلتو كناخدوه مباشرة وغدي نضعوه في صينية جالفر وكنكمل بنفس الطريقة العجين اللي عندي كامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاخديت هنا صفار بيضاء ضفت لها القليل من سلصة الصوجة اللي يمكن لكم تعوضوها بملعقة من الحليب او بضع قطرات من الخل باش كتزول لكم رائحة البيض ومن بعد كتدهنوا هاد المسمن بهالطريقة وبالنسبة للتازين فهو كيبقى اختياري يمكن لكم تخليوهم غير هكذا او لهم بعد ما تخرجوهم ترشو عليهم القليل من الجبل الاحمر اللي محكوك او لا كيف درت فرشيت عليهم القليل من زجلان او لا السمسم القليل من السانوج وزرية الكتان او لا حبوب الكتان فكيبقى على حسب الرغبة من بعد فقدين دخلوهم الفرن على درجة حرارة 180 كنشو عليهم من تحت او من فوق ما كنجهدوش عليهم النار بزاف باش ما كيتيبوش لينا من براء ومن الداخل كيبقى معجنين خاصوهم يتيبو هكذا على خاطرهم باش كيتيبوه احتمل الداخل وكيجيو مقرمشين ومن بعد ما كيتيبوه فكيكون هذا وش شكل ديالهم كيف كتلاحظوا معايا فكيجيو مقرمشين ومورقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متنسوش ديرو لي يا جيم تبا اختجيو الفيديو مع استقاعكم وليكنتو كتزوروا القناة الاول مرة فمرحبا بكم متبخلوش عليها بالاشتراك وتفعلو زل جارس باش يوصلكم جديد الوصفات وما بقى عليها غير نقول لكم تلاقاوا في فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله خليتكم على خير